اشتركوا في القناة من خلال توفير برامج تثقفية وتدريبية وخطط تأهيلية كفيلة بتأهيل النزلاء وتقويم سلوكهم بما يصهم في إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم تدريجيا في المجتمع وأشهد اللواء الدكتور الريسي بما أنجزته مملكة البحرين في مجال العقوبات البديلة وبحصول برنامج السجون المفتوحة على الاعتمادية الأمريكية من قبل ASA وكون البحرين أول دولة خارج الولايات المتحدة تحصل على الاعتمادية كما قام رئيس منظمة الانتربول بزيارة إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني حيث كان في استقباله العميد بسام محمد المعراج مدير عام الإدارة واطلع خلالها على أهم الأعمال والمبادرات التي حققتها إدارة الشؤون الدولية والانتربول والتقدم الذي أحرزته والتعرف على أحدث الأنظمة والبرامج الأمنية النوعية التي قامت الإدارة بتجشينها مؤخرا والتي ساهمت بشكل كبير في مكافحة الجرائم العابرة للحدود والمساهمة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحتها ترجمة نانسي قنقر